المحدث الفقيه المفسر الطحاوي أعزائي هذا من تلامذة الإمام النسائي مولان صاحب السنن يعني وفاته في ثلاثمائة وواحد وعشرين حياة من ميتين وتسعة وثلاثين إلى ثلاثمائة وواحد وعشرين يعني معاصر للإمام الحادي عشر والثاني عشر مولانا والغيبة الصغرى واضح؟ إذن من قدمائهم وكتابه جد مهم أعزائي شرح مشكل الآثار الروايات اللي واقعا مشكلة وفيها كلام كثير شرحها المفصل أين جاء؟ جاء في هذا الكتاب أعزائي هناك في شرح مشكل الآثار في شرح مشكل الآثار الجزء الثاني صفحة مئتين واربع واربعين ومئتين وخمسة واربعين فدل ما روينا في هذه الآثار هذه الآثار التي نقلها في مسألة ماذا؟ الكساء وجمعهم تحت الكساء أعزائي الروايات كثيرة ينقلها أعزائي الإخوة اللي يرادوني يراجعون أعزائي اللي من الروايات 768 قال عن أم سلم قالت نزلت هذه الآية في بيتي فقلت يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ فقال أنت على خير إنك من أزواج النبي وفي البيت علي وفاطمة والحسني والحسين عن أم سلم أيضا متعدد مولانا ففي هذا الحديث مثل ذلك الذي في الأول باب باب بياني مشكل ما روي عنه في المراد بقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب من هم يقول الرواية عن عامر بن سعد عن أبي قال لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله علي وفاطمة وحسنا وحسينا عليهم السلام فقال اللهم هؤلاء أهلي ففي هذا الحديث صفحة 236 ففي هذا الحديث أن المرادين بما في هذه الآية هم رسول الله وعلي وفاطمة وحسن وحسين طبعا ينقل روايات رب هؤلاء أهلي فتدخل أنت من أهلي يا آخري ولكنه إلى آخري عن أم سلمة أن رسول الله جمع فاطمة اللي روايات تقول أن أم سلمة أيضا ماذا من أهلي وكيف نجمع أنه مرة يخرجها ومرة يقول ماذا ها من أهلي كيف الجمع بينهم إذن من مشكلة الآثار يصير مضافا التفتوا جيدا مضافا شوفوا هذه مشكلة الآخرين يقولون بينكم وبين الله وإنت عندكم روايات تقول هؤلاء أهلي نحن وم عندنا روايات معتبرة أن نعايشة ممن ها ومن أهلي هسأل لماذا باوكم تجر وباونا لا تجر لماذا رواياتنا غير معتبرة رواياتكم معتبرة قلوا أنتوا اعملوا بدينكم نعم نعمل بديني عن عائشة أن رسول الله في حديث الإفق قام على المنبر فاستعذر من عبد الله ابن أبي ابن أبي فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه قد بلغ أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا إذا أطلق على زوجه ماذا أهلي ولقد ذكروا رجلا ما علمت منه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح مولا هذه عن من؟ عن عائشة عن أم سلمة عن أم سلمة جمع فاطمة والحسن أن رسول الله جمع فاطمة والحسن والحسين ثم أدخلهم تحت ثوبه ثم جأر إلى الله رب هؤلاء أهلي فقالت أم سلمة فقلت يا رسول الله فتدخلني معهم قال أنتي من أهلي ماذا يفعله؟ شنو لا بد يعتمد على كتاب البحار عندك مولانا خلدي يعتمد على كتابي ماذا؟ على كتبه ماذا يفعل؟ كما عند هذا النهي عنده ماذا؟ عند تلك المهم انظروا ماذا يقول العلامة الطحاول قال فدل ما روينا في هذه الآثار مما كان من رسول الله إلى أم سلمة مما ذكر فيها لم يرد به أنها كانت ممن أريد به مما في الآية المتلوة في هذا الباب لا مانع أم سلمة وغيرها من أزواجه من أهل بيته بلا إشكال ولكن الكلام مراد الآية ما هو؟ شوفوا شوفوا البحث العلمي أعزائي شوفوا البحث الدقيق لكن احنا ماذا؟ قال لا مولانا خلاف اللغة خلاف الاستعمال القرآني خلاف استعمالات العلماء خلاف 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 ماذا يفعل؟ وانتوا اليوم ادخل إلى مولانا إلى اللغة انظر ماذا؟ أن أهل البيت على من يصدق شو يصدق 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 وعندي أنا بحث أعزائي أهل البيت في آية التطهير مولانا كم محاضرة مولانا في الكوثر طراحتها بنفس هذا البيان قلت بيني وبيني لا معنى لتخصيص عنوان أهل البيت لغة واستعمالا بمن؟ بهؤلاء الخمسة لا إذن لماذا نقول هؤلاء الخمسة؟ للدليل الخاص قال المراد منه ماذا؟ هؤلاء الخمسة من قبيل قوله تعالى أعزائي انظروا من قبيل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين نحن ماذا نقول؟ من الصادقون؟ من هم الصادقون؟ نقول أئمة أهل البيت يعني بيني وبين الله لغة واستعمالان مختص بأهل البيت لا هذا ببيان المصدق إذا قالت الآية مختصة أو من قبيل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا أهل الذكر من هم؟ نقول أهل البيت لا معزز أهل البيت نعم الروايات قالت مراد من؟ أهل البيت ذكرت المصدق عند ذلك التفتول جيدا فإذا دل الدليل على الحاصر نقول الآية تشمل غيرهم أو لا تشمل غيرهم؟ لا تشمل كما الآن في أهل البيت هنا أما إذا ما كان فيها حصر إثباتوا شيء؟ شو هو؟ إذا تدخل آية التطير ادخلها بها الطريقة طبعا يكون في علمك نحن في كتاب العصر ترى ما دخلناها المدخل الكتاب ما لقى بعشرين سنة إذا تبحثون ابحثوها بها الطريقة وهو أنه أولا آية فيها عموم ولكن خصصناها بهؤلاء الخمسة لماذا؟ ليس لأنه جمعهم تحت الكساء فقط بل دالة على ماذا؟ على الحصر وإلا إذا ناقش أحد في الحصر لا يمكنك من خلاله أن تنفي أن غيرهم لا يدخلوا في آية التطير ما أدري واضح صار هذا المعنى؟ جاي قال لم يرد به أنها كانت ممن أريد به مما في الآية المتلوة في هذا الباب وأن المرادين بما فيها هم رسول الله وعلي وفاطمة وحسن وحسين لأنه يكون في علمكم حسن وحسين هما معرفان بعد ما يحتاج أن يدخل عليهم هسه للتفخيم ما كمانا الحسن والحسين ولكنهما معرفان مثل أحمد مثل محمد وحسن وحسين عليهم السلام دون من سواهم دون من سواهم لماذا؟ لأنه فهم من الروايات أنه مو فقط هؤلاء مشمولون بل ماذا؟ دال على الحصر ولذا في مواضع متعددة أعزائي يشير إلى هذه القضية وأنا أشرت إليها في مواضع أخرى جيد وعلى هذا الأساس يقول فمثل ذلك إلى آخره فإن قال قائل فإن كتاب الله يدل على أن أزواج النبي هم المقصودون بتلك الآية من أين عزيزة؟ من السياق لأنه قال قبلها في السورة التي هي فيها يا أيها النبي إلى قوله يا نساء النبي لستنا إلى قوله الجاهلية الأولى فكان ذلك كله يردن به لأنه على خطاب النساء لا على خطاب الرجال ثم قال إنما يريد الله فكان جوابنا له إذا قال قائل هذا إن الذي تلاه إلى آخر ما قبل قوله إنما يريد الله خطاب لأزواجه ثم أعقب ذلك بخطابه لأهله بقوله إنما يريد فجاء على خطاب الرجال صال جمع المذكر السالم لأنه قال يذهب عنكم ويطهركم وهكذا خطاب الرجال وما قبله فجاء به بالنون وكذلك خطاب النساء فعقلنا التفر فعقلنا يعني علمنا فهمنا فعقلنا أن قوله إنما يريد خطاب لمن أراده من الرجال بذلك ليعلمهم تشريفه لهم ورفعته لمقدارهم أن جعل نساءهم من قد وصفه لما وصفه به مما في الآيات ومما دل على ذلك أيضا إذا خرج لصلاة الفجر يقول الصلاة يا أهل البيت اللي في الروايات المعتبرة إما ستة أشهر إما سبعة أشهر إما تسعة أشهر كان يقف على باب علي وفاطمة على بيت علي وفاطمة يقول ويأخذ بعضادتي الباب هذه الروايات موجودة أولئك الذين يشككون في أن بيت الزهراء كان بي باب لو ما بي باب هذه الروايات الصريحة تقول وكان يأخذ بعضادتي الباب ويقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تطهيرا